إذن جذبت كيلينغراد الانتباه بالتزامن مع انشغال العالم بأزمة أوكرانيا فما هي هذه المنطقة وهل ستشكر بؤرة توتر جديدة بين الروسيا والأوروبيين حملة المقاطعة اسم كيلينغراد منذ عام ستة واربعين تيمنا باسم رجل الدولة السوفيتي ميخايل كيلينين تقع المقاطعة على بحر البلطيق وتحدها كل من بولندا ولتوانيا ولا يمكن الوصول إليها من الأقاليم الروسية الأخرى برا إلا عبر لتوانيا عبر التاريخ كانت كيلينغراد مسرحا لحروب طويلة لاستلاء عليها نظرا لموقعها الاستراتيجي في عام 1758 سيطرت عليها الامبراطورية الروسية أثناء حرب السنوات السبع في عام 1762 تنازل عنها الامبراطور بطرس الثالث لصالح بروسيا بمقتضى اتفاقية سلام ولاحقا احتلتها الابراطورية البولندية اللتوانية عام 1945 انتزع الاتحاد السوفيتي السيطرة على كيلينغراد من الألمان باتت المقاطعة جزءا من الاتحاد السوفيتي وفق مؤتمر بوتسدام عام 2004 برزت مشكلة تنقل المواطنين الروس ونقل البضائع من وإلى كيلينغراد بعد انضمام بولندا وبلدان البلطيق إلى الاتحاد الأوروبي وحلت بالاتفاق على عدم عرقلة لتوانيا لحركة النقل بين المقاطعة وسائر الأقاليم الروسية الأخرى في المنطقة نفسها تقع فجوة سوالكي التي تربط بين كيلينغراد وبلاروسيا بطول 65 كيلومترا وتعد الممر البرية الوحيد من أوروبا الوسطى إلى دول البلطيق الثلاث استونيا لاتبيا ولتوانيا قبل أيام قررت لتوانيا عدم السماح للبضائع الروسية التي تخضع للعقوبات بالعبور إلى كيلينغراد قرار أغضب روسيا التي منحت الاتحاد الأوروبي فرصة لحل الأزمة وإلا ستزيل موسكو بنفسها العراقيل وفق تعبير مسؤوليها الأزمة أدت إلى غضب في روسيا وارتفعت معها الأصوات في موسكو مطالبة بالدفاع عن أرض كيلينغراد فهل تخرج الأمور عن السيطرة؟